السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الأحد 13 تشرين الأول أكتوبر القمر اليوم موجود في برج الدلو ورح ينتقل في ساعة المساء الساعة 7 و 54 دقيقة من مساء اليوم الأحد رح ينتقل لبرج الحوت ورح يظل القمر موجود في برج الحوت لغاية الساعة 8 و 33 دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش من مساء يوم الثلاثة القمر الآن موجود في منزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة حتى تمام الساعة 5 و 33 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش من صباح اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة وبما أن القمر موجود في برج الدلو لغاية ساعات المساء معناته منظل بنشعر أن بحاجة ماسة للتغيير لأن الروتين بظل هو عدو هاي الفترة يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادة منها بعض الأشخاص بيودوا الانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة للحياة وبيميل الأشخاص من حولها للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صدقات جديدة بهاي الفترة أو ممكن أن نعمل نوع من أنواع التغيير في مظهرنا مثل قص شعرنا أو شراء أو بيع أو الاهتمام بما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا أو تجربة أطعم جديدة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا من اطلق المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وواحد وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولها كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني أو تعاطف وبرضو بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بتمنحنا العطف والمودة ومنح ضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما إنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و7 دقائق صباحا بتوقيت جرانيتش أكثر المتضررين من هاي الزاوية هم اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم بيهربوا من الواقع لصرف الفلوس فعشان هيك بيتجهوا للتنفيذ من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب وبتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وبتكون عندنا رغبات ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية لازم نراقب كلامنا وتصرفاتنا لأنه ممكن نأذي فيها الآخرين دون أن نشعر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين بلوتو هاي الزاوية زاوية إلها تأثيرات ثلاث أيام سابقة ورح تستمر ثلاث أيام قادمة ذروتها اليوم من ساعة ثنتين ودقيقتين عصرا بتوقيت جرينيتش بتدفع بعض الأشخاص للتصرف بطريقة فضى وعليه يجب علينا التعامل بانضباط مع الآخرين تدفعنا للكآبة والهم والشعور بالذنب وبتزيد من عنادتنا وهذا الشيء ممكن يسبب لنا نزاعات شديدة مع محيطنا وبعض الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالقلب ممكن يتعرضوا لأزمات قلبية أسبابها العصبية وبرضو الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال النيران اللي هم ستات لبيوت أو اللي بيشتغلوا في المطاعم أو بالإحدادة أو بي أي شيء لعلاقة بالنار بدهم ينتبهوا من حوادث بتيجي عن طريق النيران أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون الساعة 2 و 10 دقائق عصرا بتوقيت جرانيتش طبعا هذه الزاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر وعاندين غريبين الأطوار وممكن تعرضنا للتغييرات مفاجئة في الرأي أو العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن أنها تعرضنا للفراق بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر يعني رح يبدأ الساعة ثنتين وعشر دقائق عصرا بتوقيت جرانتش ورح ينتهي الساعة سبعة واربع وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرانتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار أثناء عملية خلو المسار أو فترة خلو المسار عنا حدث رح يصير اللي هو انتقال كوكب عطارد اللي رح ينتقل من الميزان للعقرب طبعا الحلقة صارت موجودة على القناة اللي بيحب يستفيد فيها لأنها بتعطي يعني نوع من أنواع الأشياء اللي ممكن تستفيد منها بالفترة القادمة على حسب برجك طبعا الانتقال رح يكون الساعة سبعة واثنين وعشرين دقيقة مساء من مساء اليوم الأحد بتوقيت جرينج ورح يظل عطارد موجود في برج العقرب بحركة أماميه لغاية الساعة سبعة وسبعت عشر دقيقة مساء من مساء يوم السبت اثنين وحدعش بتوقيت جرينج خلال هاي الفترة اللي مذكورة طبعا طبعا هنا بيشعر موليد برج العقرب بقوة الفكر والتركيز والرغبة في المطالعة والدراسة والقدرة على إقناع الغير بوجهة نظرهم وبرضو ممكن أنهم يقوموا بإجراءات تتعلق بالاتصالات أو السفريات الضرورية وبيستفيد معهم برضو موليد الأبراج المائية الأخرى والترابية كذلك وكل شخص لما ولد كان عنده عطارد موجود ساعة ولادته في برج العقرب أما بالنسبة للانتقال للقمر اللي رح ينتقل ويستقر في برج الحوت فالانتقال رح يكون الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت جرينج عشان هيك من هذا الوقت وما بعد بيلعب الجانب الروحي في حياتنا دور مهيمن في هذا الوقت منشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين منشكو ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة في اتخاذ القرارات في حياتنا والبعض ممكن يتهرب من المسئولية أو من مواجهة أو الالتزام في بعض الأمور كثير من الأشخاص اللي عندهم بعض المشاكل العاطفية أو بيعانوا من مشاكل هدولة معني سهل جدا أنه بالفترة هاي يديروا ظهرهم هيك ويظرفوا الدموع بعيد عن الآخرين وبعيد عن المواجهة بالإضافة لذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب مرض أو التهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغب في العمل وهذا الوقت يعني جيد لبعض الأشخاص أنهم يبدأوا علاقة حبة جديدة كما أنها جيدة للتأمل للصلاة للعبادة للأمور اللي لها علاقة بالطاقة أيضا والمشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير وزيارة المرضى أو مثلا شراء كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فني أما بالنسبة للزاوية التي ستتشكل بعد الانتقال وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة وثمانية وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة وبتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبرضو بصير في عنا ثقة بالنفس وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لا إلها إلا إذا كانت اضطرارية من الآن وحتى ساعة المساء عن نبطة الساق الكاحل الساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهربونات الغد الدرقية أما من ساعات المساء وما بعد بصير عندنا الأعضاء الأكثر حساسية القدمان أصابع القدم الغد النخامية والغد الصنوبرية والإندورفين وهو الهرمون المسكن للآلام والميلاتونين وهو الهرمون المساعد على النوم بالنسبة لباقي عضاء الجسم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية ولكن مش بفترة خلو المسار طبعا إلا إذا كان الطراريوم ما في مجال التأجيل مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة برضو مش بفترة خلو المسار لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية خلال هذا اليوم للأشخاص اللي بيعانوا من غزارة الشعر وبدهم يتخلصوا منه أو بدهم يبطئوا الإنبات وأيضا هذا اليوم يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح ينتقل لبرج الحوت خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء بيبدأ الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت جراناتش وبيستمر حتى تمام الساعة 38 دقيقة مساء بتوقيت جراناتش أما بالنسبة لعمر القمر اليوم الآن هو يعني يسمى انحسار المحدب أو المحدب عمره 11 يوم الساعة 12 و 48 دقيقة ظهرا بتوقيت جراناتش بنبدأ باليوم الاثناش نسبة الإضاءة نثاء النهاية اليوم بتكون 82% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 22 سعيد الآن بنسبة 85% ساعة المساء سعيد بنسبة 60% القمر في الدلو ورح ينتقل في ساعة المساء لبرج الحوت ورح يظل في برج الحوت اليوم 15 سعيد بنسبة 15% الآن ساعة المساء منتحس بنسبة 10% عطارت في الميزان ورح ينتقل للعقرب ورح يظل في برج العقرب اليوم 12 سعيد بنسبة 15% الآن ساعة الفجر سعيد بنسبة 45% ساعة الصباح سعيد بنسبة 15% الزهرة في العقرب حتى يوم 17 10 سعيد بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 14 سعيد بنسبة 85% المشتري في الجوزاء بيتراجح حتى يوم 42 منتحس بنسبة 60% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 15 11 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثورة بيتراجح حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتو رجع للحركة الأمامية في الجدي ورح يظل موجود بالجدي ليوم 19-11 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بتنشطوا بين الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وبترتاح لجانب الأصدقاء والزملاء حاول تصحيح العلاقات المتردية وما تبقى وحيد وحاول أنك تنجز كل أعمالك الضرورية والمهمة قبل ساعات العصر لأنه في ساعات العصر القمر رح يوصل لبيت متاعبك فعشان هيك بدك تهيئ نفسك من ساعات المساء بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم احذروا من مزاجكم وعصبيتكم وكلامكم أثناء التعامل مع الغير برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور بتكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتوصلوا عملك اللي بدأتوا فيها من قبل وبتصيق بتظل هاي الفترة مناسبة للأشخاص اللي بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم أو بيبحثوا عن عمل حذروا لعملكم بشكل جيد وما ترتجلوا المواقف والتصريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم أما من ساعات المساء حذروا من الدخول في مناقشات أو جدال مع الأصدقاء لأنه ممكن يتطور للأسوأ رغم منها فترة ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من لقاء بعض الأصدقاء برج الجوزة بالنسبة لمواليد برج الجوزة بتنشطوا في مجال السفر أو الاتصال البعيد وبتشعروا برغبة في التفاهم أحبائكم واللي بدي يتقدم لامتحان أو مقابلة بدي يستعد بشكل جيد من الآن وحتى ساعات المساء أما من ساعات المساء وما بعد تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا عمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل بتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية ولكن بتحذروا من الاندفاع أو التهور برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من الآن وحتى ساعات المساء والفرصة بالضل المتاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أو قرض اتفحصوا حساباتكم المشتركة وامتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة أما من ساعات المساء بتنشطوا في مجال الدراسة أو السفر أو الاتصالات ولكن بتنتبهوا أثناء السفر للأشخاص اللي بيكون عندهم سفر وتفقدوا كل أوراقكم وأمتعتكم كما عليكم عدم التسرع أثناء القيادة والتنقلات برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد بينصب اهتمامكم حول تعزي شراكاتكم من الآن وحتى ساعات المساء وبالضل هاي الفترة مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني أهمش إنك ما تخالف القوانين وتمالك أعصابك المتوترة أما من ساعات المساء وأنا بتنهمك في أعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة ما في أي داعي للمجازفات أو الإهمال في العمل لأنه ممكن تتعرض لمشاكل في العمل بدك تكون حذر أيضا من المجازفات المالية برج العذرة بالنسبة لمواليد برج العذرة واصلوا أعمال كل بدأتوا فيها من قبل حولكم ما تبدروا لأي عمل جديد بيبدأ العمل بتراكم لديكم لأنه القمر بيتجه لما قابلتكم فطاقتكم بتبلش تضعف شوي شوي من الآن وحتى ساعات المساء أهم شيء إنه ما تهملوا صحتكم في ساعات المساء وما بعد بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بدكوا تحذروا من النزاعات مع الشريك في العاطفة أو ما بين الأزواج أو في المنزل أو العمل عشان ما تكبر المشاكل برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان بتظل العاطفة قوية عندكم من الآن وحتى ساعات المساء وبرضو بتميلوا للتقارب مع أحباكم أو التجاوب معهم وبظل هذا اليوم مناسب لممارسة نشاط فني وبتفرحوا لإنفراج ملموس ولكن بتكونوا تحذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن يمنعكم من أداء واجباتكم كما يجب في ساعات المساء هنا بتظهر مساء العائلية أو شخصية طارئة وممكن تشعروا ببعض التوتر برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب اتجنبوا ادخال أي تغيير جذري على مسكنكم من الآن وحتى ساعات المساء الأجواء بظل جيدة على مستوى البيت والعائلة وبتنهمكم في ضبط مصالحكم البيتية أو العائلية والاهتمام بمساء تتعلق بالعقارات في ساعات المساء بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم ولكن بيغلب عليكم نوع من أنواع العصبية أو العنف فهذا الشيء معني ممكن يسبب مشاكل مع الحبيب أو الأولاد أو يعني سوء تفاهم برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس اللي بده يتقدم لامتحان بده يركز بشكل جيد ممكن تتحرك اليوم بأكثر من مجال ولكن حاول أنك تستغل هذا الوقت وتحرك بفعالية كبيرة أو بمشروع معين أو بتسويق معين وممكن تقوم اليوم باتصالات واسحة وتكثر عندك الاتصالات والتنقلات ولكن بدك تحذر من التسرع في ساعات المساء بتفضل الأجواء البيتية والعائلية ولكن حاول أنك ما تفتعل خلاف في المنزل أو مع أحد أفراد العائلة لأنه مزاجك حاد برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي جنبوا شراء أي حاجية ثمينة من الآن وحتى ساعات المساء وخففوا من النفقات هذه فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرعوا باتخاذ قرارات حاسمة أما في ساعات المساء هنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات بتكونوا شوي عصبيين وهذا بسبب مزاجكم أو خلاف أو سوء تفاهم وعليك الحذر أثناء التنقلات وتنشط باللقاءات والاتصالات وأيضا ممكن يكون في بعض الأمور العاطفية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو اليوم برضو أنتو عندكم مشاط عالي جدا ولكن بسبب بعض الزوايا حاول أنكم ما تبادروا لأي عمل جديد بل وصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وما في داعي أنكم ضخموا الأمور وحاولوا السيطرة على مزاجكم من ساعات المساء وأنا بيصير التركيز على الوضع المالي تنهمكم في ضبط ميزانيتكم من المحتمل أن يعاني البعض منكم لمشاكل أو نزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل أو الزوج لأسباب بتعود للأمور اللي تتعلق بالمال عليكم تجنب التفذير بعض موليد برج الدلو ممكن يحصلوا على بعض المكاسب خلال هذا اليوم من عمل إضافي أو أموال مستحقة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بيظل التعبم سيطر عليكم وحاولوا أنكم تكونوا أكثر واقعيين من الآن وحتى ساعات المساء بتميلوا لتضخيم صعوباتكم بتميلوا لتضخيم الأمور اتجنبوا اتخاذ أي قرارات حاسمة ومهمة من الآن وحتى ساعات المساء لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب من ساعات المساء بتصير الفترة هاي أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود ولكن بظل المزاجكم سيء وبتكونوا قليلين الصبر وهذا الشيء ممكن يسبب لكم نزاعات مع محيطكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء